وهو عرف المدير الفني كده وبالتالي المدير الفني دايما القرارات اللي بياخدها أكيد انه هو بيشوف القرارات اللي هي من وجهة نظره صح وهو من نوعية المدربين ده ان احنا يمكن بنقعد معاه وبنتكلم معاه هو دايما بيوضح لنا حتة انه هو الكويس حياخد الكويس حيلعب الكويس حختاره بعيدا عن اسماء الاندع بعيدا عن الالوان الراجل عنده حاجة مهمة جدا انه هو ايه مش مركز في السوشيل ميديا مش مركز فيها اوي انه هو بيتكلم بيعمل نهاردة الدنيا كلها بتكلمه على كريم فؤد وهو الراجل خلاص هو الراجل شاف من وجهة نظره ان انا خلاص انا الراجل ده كان معايا وشفته انا ضميته في الوقت اللي هو ما كانش بيشارك حتى فيه بصفة اساسية ولكن انا عارف وعارف طريقة لعب وعارف اسلوب وعارف فيه فرصة ان انا ايه اشوف العيب تاني في مكانه اشوف امكانيات لعب تاني بيلعب في نفس مركزه وجهة نظر تحترق وزي ما قلنا ان احنا بعد الفصل هنتكلم على كريم والتطور في مستوى كريم مع النادي الاهلي وكلر والتغيير الشامل اللي عملوا في النادي الاهلي ومع لعبة النادي الاهلي ولكن مباراة جماعة مهمة مهمة ولازم الفترة اللي جاية منتخبنا الوطني ولعبتنا تبقى عارفة ان احنا دلوقتي في المركز السادس افريقيا مركز السادس افريقيا يعني انا النهاردة لو القرعة بتاعت خلاص التصفيات خلصت احنا لسه لعبنا ماتشين والمجموعة كلها تلتة بونط لسه هنلعب ماتشين في مارس وماتشين في شهر ستة ولكن القرعة لو اتعملت النهاردة احنا السادس افريقيا كلنا عارفين ان بطولة عشرين خمسة وعشرين هتتلاقي في كودفور انت بتتكلم في ستة مجموعات ستة مجموعات يعني انت المفروض بتاخد اول ستة مصنفين سوري كودفور تلاتة وعشرين عشرين تلاتة وعشرين فكودفور تحتينا في التصنيف معنى كده ان هي بما انها منظمة فهي خلاص هتاخد رأس مجموعة اما تيجي تاخد وتبقى على رأس مجموعة هتاخد منين هتاخد من نحن من المركز السادس وبالتالي احنا هنبقى تصنيف تاني وكلنا فاهمين انت ما تبقى تصنيف اول وداخل مجموعة كتصنيف اول دي بتفرق معاك في حاجات كتير اول عكس ان انت بتبقى تصنيف تاني وداخل مع فرق التصنيف التاني وبعد كده يبقى معاك تصنيف اول وبعد كده يجي لك فرقة في التصنيف التالت تبقى فرقة رزلة فممكن تكهرب لك المجموعة غير ان انت ما تبقى تصنيف اول وتبقى نتاجك كويسة بتديك بعد كده في الدور اللي بعد كده ان انت تلعب تاني مجموعة او حتى افضل توالد فدي بتسهلك حتى مشورك فلازم منتخبنا نشتغل على الموضوع ده من دلوقتي خصوصا ان المسافات مش بعيدة احنا السادس افريقيا الجزائر قدامنا في المركز الخامس المسافة في النقط مش بعيدة بس في نفس الوقت لازم نبقى عارفين ان الكاميرون اللي هي السابع افريقيا وتحتنا برضو المسافة معانا مش بعيدة ولازم برضو يا جماعة نبقى فاهمين ان دايما الناس اللي بتطالب في حتة المباراة طبعا الرانكينج قدام حضراتك دايما الناس اللي بتطالب المباريات القوية والاحتكاكات القوية فنيا اتفق معاك 100% ولكن دايما بيبقى فيه كلام تاني ويبقى كل مدرب ليه وجهة نظره في وقت من الاوقات في حتة اختيار المباريات الدولية خصوصا هي لو كانت ودية الرسمي خلاص انت مكبر عليه وتبقى قرعى وانت شغال فيه ولكن التوقفات الدولية في المباريات اللي هي بتبقى ودية انت زي ما انت بتلعب مباريات قوية لو كسبتها بتتقدم وبتاخد نقط في نفس الوقت اما ما بتتوفقش فيها وبتخسرها برضو بتنزل نقطة وقول له حضراتكو على حاجة ودي حاجة مهمة جدا ودي حصلت ودي كان موضوع قريب جدا احنا التصنيف اللي احنا في دلوقتي في المركز السادس افريقيا اللي قبله برضو كنا السادس افريقيين بس اللي قبله كان مين الخامس ومين السابع اللي قبله كان الخامس الكاميرون والسابع منتخب الجزائر يعني كان منتخب الكاميرون في المركز الخامس ومنتخب الجزائر في المركز السابق منتخب الجزائر لعب مطشين أفريقيين بس مع فرق طبعا أقوى من اللي احنا لعبناه وإحنا لعبنا النيجر وليبريا منتخب الجزائر في التوقف الأخير لعب منتخب غينيا وكسب 1-0 ولعب منتخب نيجيريا وكسب 2-1 بالتالي إحنا مما كسبنا النيجر خدنا 3.5 بونط الجزائر خدت ما يقرب من 9 نقاط في فوزة على المنتخبين لأن طبعا تصنفهم أعلى كتير من النيجر وليبريا في الوقت اللي منتخب الكاميرون لعب برضو مطشين يستفاد منهم فنيا جدا مع فرقتين تقال مع أسبكستان وخسر ومع كوريا الجنوبية وخسر وبالتالي في التصنيف الأخير اتهبد منتخب الكاميرون حوالي 13 نقطة تحت يعني اتخصم منه 13 بونط وبالتالي نزل من المركز الخامس للمركز السابع في الوقت الجزائر رغم أنها كانت تحتنا ولكن التسعة بونط اللي خدوهم قدر أن هما يطلعوا بها مكان الكاميرون وفضلنا احنا زي ما وجودين فموضوع التصنيف زي ما هو لي إيجابياته في اللعب هو برضو لي سلبياته وإحنا دخلين على توقف هنلعب فيه مباراة واحدة بس مش مبارتين مباراة تقيلة جدا مع منتخب بلجيكا وزي ما بنقول بنسعى في خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله ومن خلال المباريات الرسمية يعني المباريات الرسمية احنا لعبنا غينيا ولعبنا أسيوبيا من خلال بداية من ملاوي ذهبوا عودة في مارس وبعد كده أخيرا بغينيا وأسيوبيا مرة تانية نحاول أن احنا نشتغل كويس وأن احنا نصلح من وضعنا أن احنا نحاول السادس ده لأن نخليه الخامس لأن زي ما بقول لحضراتكم كده في وار حجزة مجموعة لأن هي اللي حتستضيف البطول طبعا يعني كل الأمنيات لمنتخبنا إن شاء الله يبقى عرض كويس يليق بمنتخب مصر نقول للدنيا أن احنا عندنا كورة كويسة رغم أن احنا بنلعب مع منتخب بلجيكا وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة الراجل جاي عشان يشتغل الراجل جاي بمشروع أربع سنين ودايما الناس والجمهور بيطالب بالمشروع وإن احنا عايزين نشتغل لحد كاس العالم اللي جاي عشرين ستة وعشرين ما كانش لينا نصيب كنا على أبواب التأهل ربنا وكرمناش ركلت ترجيح وخرجنا ولكن المنتخب كان مباشر الفترة الأخرانية في حتة اللعب على نهائي كاس العالم والوصول لكاس العالم على نهائي كاس الأمم الأفريقية وكلها كانت بركلات الترجيح